السلام عليكم ورحمة الله اهلا وسهلا بكم بوصفة جديدة اليوم رح نسوي صلطة اللهانة بطريقة جديدة ولذيذة جدا ان شاء الله تجربوها وتعجبكم انا سبق وانقدمت لكم طريقتين لعمل صلطة اللهانة رح اخلي لكم روابط للوصفات السابقة في صندوق الوصف اذا حبيتوا تشوفوها وتشوفون طريقة عملها ايضا جدا لذيذة قبل ما نبدي بوصفتنا لليوم لا تنسوا تشتركون بقناتي على اليوتيوب بقناة طبخ من بغداد وتفعلون الجرس حتى توصلكم اشعارات كل الوصفات الجديدة اللي انزلها خلونا نبدي بوصفة اليوم ونقول بسم الله هنا عندي نصف راس من اللهانة او نصف حبة من اللهانة قطعتها الى شرائح رفيعة استخدمت انا هذي الشفرات لتقطيع اللهانة او تقدرون تستخدمون السكين طبعا نغسل راس اللهانة ونقطعها الى اربع هذا الربع بهالطريقة هذي نبدي انقطع شرائح اللهانة طريقة جدا بسيطة ولاحظوا شلون صير عندي شرائح رفيعة او اذا تحبون تقطعوها بالسكين هذي ايضا حسب رغبتكم على اللهانة رح اضيف حبة جزر برشتها برش ناعم وايضا حبة من الفلفل الاخضر البارد قطعته شرائح رفيعة هنا عندي حبة طماطم ملعقة طعام كبيرة من المايونيز المايونيز استخدمه السادة الخالي من النكات رح اعصر عليها ليمونتيا نكبار واضيف ملعقتين طعام من زيت الزيتون هذي ملعقة وهذي الثانية هذه هي المكونات هس نبدي نخلطها مع بعض بصورة جيدة استخدموا ملعقتين للخلط لان شوية المايونيز يحتاج له وقت الى ان يمتزجوا المكونات لان سميك بعد ان خلطتها صارت جاهزة للتقديم قدمت هبها شكل هذا ورشيت على وجه شوية من الذرة طبعا التزيين هذا حسب رغبتكم ان شاء الله تكون وصفة اليوم عجبتكم وحبيتوها اذا حبيتوا الفيديو لا تنسون تخلولي لايك وتشاركوا بين الاصدقاء واللي بعدما مشترك بالقناة يضغط على زر الاشتراك سبسكرايب وفعل الجرس حتى توصلكم اشعارات بكل الوصفات